السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدر الله وقاتكم بكل خير أخوكم عبد الرحمة الخالدية من قناة دحوم فور كارز وطبعا أخواني الكرام اليوم سأقول لكم مقارنة بين سيارتين قبل كل شيء أتمنى الاشتراك بالقناة متابعين الكرام وبرضو أخواني الكرام اللي حاب يتابعني على سناب شات أو تويتر أو انستجرام طبعا زي ما تشوفون الحسابات على الشاشة اليوم سأقول لكم مقارنة بين سيارتين صراحة كم مرة سونا عليهم مقارنة لكن بحكم أن دائما في فئات كثيرة منهم دائما يجي تحديث عليهم السيارتين ما شاء الله من أشهر السيارات عندنا السيارتين ما بين المتوسطة والصغيرة من صناع كبار ما شاء الله تبارك الرحمن السيارت بالنسبة لأسواقنا حققت مبيعات ضخمة جدا 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 إلى الآن من أكثر السيارات مبيعا ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الشيء دائما السيارتين من خمس الأوائل دائما تجلبون أرقام خمس الأوائل طبعا على حسب مستوى المملكة وبرضو السيارتين ذولها بعالميا يعني أبعاتهم ضخمة فسيارتين تميزون بالحجم نعم عما نقدر نقول ما قبل المتوسط بشوي صرفية الوقود العملية والسعر مقابل المواصفات فأروح يتعرف على السيارتين وصراحة في تصويت أن تصوت حسب ما تشوف بعد ما تشوف الفيديو كامل لأنك صراحة لو اخترت هذه أو هذه أنت كسبان بالأول والأخيرة وزي ما تشوفون أخوال الكرام المقارمة بين هونداي إيلانترا موديل 2020 وتيوتا كرلا 2020 الفئة والطرازة بتكلم عنهم فئات نصف فل في كثير أخوان يقولون يا أخي جيب الفل الفل صراحة لا هنا موجود ولا هنا موجود بأسواقنا لأنه صراحة بيوصل لحدوده 95-97 ألف ريال حتى الإيلانترا كذلك توصل السعر هذا فأنا أقول نجيب الشيء المرغوب الشعبي المواصفات الأوبشن اللي عليها طلب أكثر مثلا النصف فل ستاندر ستاندر سوناها لكم اليوم بسيبينكم عن النصف فل وبالأمل الأخير أنت اختار السيارة المناسبة والسيارتين زي ما ذكرت ونتم قمض عيونك اخترت هذه كسبان اخترت هذه كسبان هذا مو بكلامي هذا كلام الشارع زي ما تشوفون السيارتين منتشراته بكل مكان طبعا خلينا نطلع بركتي صرت أصوي تقارير بسم الله طيب هيندي اللنتر موديل الفين وعشرين بمحرك الفين سي سي وتيوتا كورولا موديل الفين وعشرين بمحرك الفين سي سي هذه وارد الوكيل المحلي هذه وارد الخليج صراحة الوكيل المحلي ما أوفر المواصفات هذه لكن رموما سعرها حدود الوحدة ستين الف وخمسمية طبعا س Lehman لشمل الضريبة مع الضريبة اربعة ستين الف وخمسمية وخمسمية واسبعين وبالنسبة لأخو العراقيين الذين يحبوني يسألون بالسعر بالدولار الحمد الله اليوم سويتها لكم سبع عشر الف ومائتم وعشرين دولار تاكريبا طبعا هذا السعر شامل الضريبة اللي بالسعودية والتيوتا كورولا سعرها الستة ستين الف وخمسمية سعر ليشمل الضريبة طبعا كلهم ليش مع الضريبة وش مع التسجيل لكن مع الضريبة الكورولا تصير سعر تسع ستين الف وثمانية وخمسة وعشرين اخوانا العراقيين السعر لكم ثمانة عشر الف وثمانية وعشرين تقريبا عشان يعني تعرفون ان صراحة ما بيع يعني ما عندنا تسطير هنا لكن اذا تعرف احد يستشتريها لك ويصدر هذا شيء يراجع لك انت طيب خلونا نتكلم عن الاشياء الاساسية تيوتا كورولا حصلت على تغيير جاذري في مدارة الفين وعشرين يقع تناسبة شكل جديد هون داي اللنترا فايسلفت فية لفت جديد ظهر في الفين ستعاش اعتقد حصل على شكل جديد في عاتف الان finale 2021 فانتكلم تقريبا ان اخر جيل في هون داي اللنترا واللهoh اعلم لا ممكن ليش لا فيعني اذا بنت نقول عليه عادلة عادلة لا لان الالن من الانترا الجيل القديم تعتبر ظهرت في الفين واسطاعش اه حصلت على فايسلفت في الفين واسمتعاش ما كان فايسلفت كبير كمواصفات كان فقط płتغييرات على الشكل الخارجي وصراحة كثير من الناس لا زالوا رغموا الشكل في اسلفت القديم اللي قبل هذا. طيب. الاوزان. حسب طبعا صراحة انا قاعد ادور بالنت يعني. احتمال فيها خطأ. نسبة خطأ لنا. بتكلمون عن اوزانهم. اه. ما عدلوا شو موصفات اللي حاطينها. لكن عموما هندي اللنتر الفو ثلاثمائة ستين كيلو. اه تيوتا كرولا الفو ثلاثمائة وثلاثة واربعين كيلو. ما في فرق بسيط يعني لو ركبت. يعني صراحة ممكن اه قايسين اللنتر الفو وقايسين الكرولا ستاندر. فتختلف وزن الجنود الى اخرى. فنقول حول البعض. الاولنتر محركها الفين سي سي. اربع سلندر. اه تقريبا تعطيك حدود المية وخمسين حصان تقريبا. التيوتا كرولا الفين سي سي. نفس الشي. اربع سلندر. لكن ما شرطيك حدود المية وثمانية وستين حصان. فالكرولا هي اه صراحة لتكسب النقاط. القير اوتوماتيك اه طبعا في الاولنترا. اه تبترونيك ست سرعات. تيوتا كرولا قير سي في تي. واذا قلبت على موضع ديته المن واني يعطيك عشر سرعات. صراحة ان اشوف الصالح برضو القير لصالح الكرولا اه يفوز. لكن بالنسب لك انت الشي راجع لك بالأول اخير. نظام الدفع بالسيارتين اه فهو امامي. طيب. خزان الوقود بالسيارتين طبعا حسب الكلام في موقع ينلا موتر ان كل السيارتين خمسين لتن. هذه. الان نبدأ نتكلم عن وصفات الخارجية للسيارتين. صراحة انا شوف من مقدمة شبيهاته بعض يعني. هنا في تطعيم كروم على الشبك وبرضو هنا في تطعيم كروم خفيفة على الشبك. انار ايدي نقطتين. هنا انار ايدي خط. السيارتين ما فيه مكشفات ضباب. العالو الواطي كلهم هيلوجين. اه مقاسهم ستعشر انش للفئة هذي. لكن خلينا نطلع لكم مقاس الكفر اللي هو ميتين وخمسة في الالنترا. ميتين وخمسة خمسة وخمسين ستعاش. واعتقد والله كرولة تكون يعني حول الرقم هذا. مستحيل يعني تجيب رقم اعلى. والله نفسه. ميتين وخمسة خمسة وخمسين. نفس الكفر يعني. نفس الجنط برضو. اه مقاس الجنط. في الجوانب الثنتين فيه اشارات مراية. لا ازدياق جانبية ولا اي شيء يذكر. اه ممكن بس اذا نقول ميزة ان الانترا جاي خط اطول من الكورولة. لكن الثنتين فيهم اشارات في المراية. نمشي الى الخلف. وهذا والسيارتين من الخلف. نلاحظ ان الكورولة فيها جناح خلفي. الانترا بدون جناح خلفي. لكن والله ديكور قايل الشنطة كأنها جناح خلفي. اه اربع حساسات خلفية. اربع حساسات خلفية. ام. طبعا الكورولة فيها تطعيم الكروم. هذا شيء اساسي فيها. كلهم فرحانين انهم صراحة. هذه وهديك يعني. كلهم فرحانين انهم الفين سي سي. ما صراحة ما نشوف فيه اختلاف. كلهم انارات عادية بدون ال اي دي. هي مسألة ذوقية هذه. يعني تشكل الخارج ده مسألة ذوقية. لكن الحين يتكلم عن صرفية الوقود. على انها احسنة اكثر ما شاء الله. لكن تقدمنا صرفية افضل من الانترا بكثير. تسات عشر كيلو فاصلة ثمانية تقييمها ممتاز بلاس. نوع البنزين واحد وتسعين تخيلوا سيارة الفين سي سي. مية وثمانية وستين حصان ومية وستين حصان تقريبا. وهذه السيارة مية وخمسة اه الفين سي 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 سين مية وخمسة احصان. لكن يا دو بتعطينا ستعشر كيلو فاصلة واحد بتقريب ممتاز عادي. نوع البنزين واحد وتسعين. فصراحة رقم كبير. بدأنا يعني نشوف الكورولا صراحة كمحركات كتقنية قاعدة تعطينا بمحركات اه تقنية افضل من الانترا. هذي السيارة من داخل الانترا. صراحة كل سيارة زي ما ذكرت بنلاقي فيها ميزات تخليك تفكر فيها الف مرة قبل الثانية فانت وش ما شريت وانت بغن مضايونك يحسن لك. الا انت رفيها فتح التكييف خلفية مع وجودتك كاية بالخلف. هذي هي. خليني نجرب. صراحة انا ابعطيكم انطباع اولي عن الركبة. انا صراحة ما راح اكون متحيز لهذه لهذه. لكن انا الان جلست اه في الانترا. ما راح انتقل الى الموصفات. بروح اجرب الكورولا جلستي فيها. انا بالخلف. هذي هي مساحة. فصراحة كويسة. لا وسيارة واسعة. طيب. تركت في الكورولا. ام صراحة 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 صراحة. انا والله حس الانترا ان اريح شوي. صراحة كصف خلفي. ما ادري هنا حسيت برضو حسيت ان في شي مسك ظاهري كذا. ضيق شوي. صراحة صالح الانترا. عشان كذا دايما الانترا تكسي اوبر ما شاء الله. ما يضرها شي. طيب. ما علينا. لكن عموما يعني يركب فيها. انه والله لا ما تقدر تركب. لا ولا تركب فيها بالكورولا. بسم الله. هذا هو مفتح سيارة الداخلي طبعا. نفس المفاتيح. يعني نفس الشكلية نفس المواصفات. لكن كلنا فيها زيادة زر انذر. هنا لا. اغلاق فتحها تحق في الشنطة. هذا هو مطابلان السيارة. طبعا زجاجها كهربائي. المراية كهربائية. عندنا تحكم في مسؤول الانارة الخارجية. تحكم في مسؤول الانارة الداخلية. اه دراكشن. اه دراكشن بالنظام آآ الصوتي. عندنا البلوتوث. مثبت السرعة. عندنا عداد رحلات طبعا تحكم فيه بالزر الموجود هنا مريح جدا. لان الكورولا لا لازم تضغط الزر في الطابلون. يعني صعب وانتماشي في الخط انك تتحكم فيه. الار بي ام السرعة. تنك البنزين. آآ الحرارة. زي ما تقولون دي كورات كاربو فيبر حتي على الطابلون جاية. زي ما تلاحظون الفورميكات اللي باللون الرصاصي على اطارات التكييف. آآ شاشة مع كاميرا خلفية. تقدر تربطها بقبل كاربلاي اندرويد اوتو ما عندك اي مشكلة. آآ المكيف يدوي اربع سرعات. منفذ يو اس بي منفذ يو اكس منفذين طاقة. واحد منهم اللي هات دخلت بكرامة. القير اوتوماتيك. ست سرعات. عندنا نظام درايف مود. وضيت القيادس ايكو سبورت. الهاند بريك. محام تكوة بعد اثنين. تكايب الوسط. مرايا داخلية عادية. انوار السقف. ضغطت زر تولع الامامي والخلف. هذي ما هي موجودة بالكورولة. بيت النوط ضارة برضو هذا مو موجود بالكورولة. الشمسات فيهم مرايا مع انارة برضو ما هي موجودة بالكورولة. ركزوا بالكلام. لنا بنروح بعد شوية كورولة. المقاعد قماش لونها بيج بالكامل. تلاحظون بس في بعض الاماك. والله نفس اللون الرصاصي غامقة والاسود جاية. نوعا ما. هذي درجة السيارة. الامن والسلامة فرامل بيس. نظام الثبات الالكتروني. حساس كفرات. ارباق الساق والراكب. هذي خمسة حزيمة امان. اللاحظ انو الالنترا ما فيها ارباقات جانبية. لان كورولة فيها ارباقات جانبية في المراتب فقط. مو في الارباق. لا بس جانبية. على المراتب الامامية حق الساق والراكب. هذي خلصناها. ونروح نشوف الكوكو وش تعطينا. طبعا هذي كورلة من الداخل. صحيح. آآ لحالله. كوري تجميع كوري. ياباني تجميع تايواني. هذي تايوان. عشان ما حد يقول انا قاعد اعلف من رأسي. طيب ندخل نتعرف على السيارة اكثر. طبعا فيها فتحات تكيف خلفية. بس بدون تكاية خلفية. الزوجاج كهربائي اوتو لمسة واحدة. وهذا الميزة ما هي موجودة باللنترا انه اوتو لمسة واحدة. آآ في هنا قماش نلاحظ. اللنترا ما في قماش. هنا في قماش. آآ دركسون السيارة بشكل ثلاثي. تحكم بالنظام الصوتي. البلوتوث. مثبت سرعة. آآ عداد رحلات زي ما ذكرت انه الزر هنا. السرعة الار بي ام. الحرارة هنا طبعا الحرارة والتنكي البنزين. آآ السيارة فيها بروجيكتر. اللنترا ما فيه بروجيكتر. آآ الكورولا فيها شحلة سلكي اللنترا ما فيها شحلة سلكي. آآ الكورولا سيدي مع ما انفذ يو اس بي ما انفذ يو اكس. بدون كاميرا بدون شاشة. بدون خاصية تقبل كاربلايلة اخرى. وفي وضعية المنول. زر السبورت والتراكشن. هاندي بريك. حامل تكواب بعد اثنين. وعند هنا تكايب الوسط فيها منفذ طاقة واحدة اللنترا كان فيها منفذين. هذي زي ما ذكرت لما فيه بيت الانفذارة. وكل نور لازم تشغل الحالة على الاكسل لنترا بزر واحد تشغل امامي وخلفي. والشماسات طبعا فيها مراية لكن بدون انارة. زي ما ذكرت لكم. الامن والسلامة في فرامل بيس نظام الثبات الالكتروني. حسس كفرات ارباقات امامية. وفي الجانبية في المراتب. وعدد خمسة حزيمة امان. اه هذه ابرز المواصفات. كمحركات صراحة اه احيي تيوتا على محرك الجبار مينة وثمانية وستين وميتة وستين حصان. والقيلة الاوتوماتيك السي في تي. اه طبعا طبعا هو يسمى سي في تي ما يسمى توماتيك. التوماتيك هو النظام القديم التوبترونيك الحال. فلكن عموما هو اوتوماتيك الكلمة الشعبية الدارجة اللي حنمشي عليها. ان السيارة ما فيها كلتش وما فيها تعشيك. هذا هو اللي ميقول عليه اوتوماتيك. لكن بالتقنية يتكلم عن التقنية اللي يستخدمها. اه. المحركة كورولا يفوز. صار فيها كورولا تفوز. اه. صراحة هذي كلمة تحق. الكورولا تفوز بالبروجيكتر. بحكم انها وارد البحرين مع الشاحن اللاسلكي. اه. والاربقات الجانبية. اللين ترى تفوز يا جماعة خير بالسعر الاقل. اه تفوز ما شاء الله تبارك الرحمن بالشاشة بالكاميرا. ببيت النظارة. انوار السقف فيها انارة. اه برضو ضغط الزر لتوليك الانوار. اه منورة فيها تكايب الخلف. اه صراحة كثير من اشياء تفوز فيها. بنتكلم صراحة قبل اسكر الفيديو بتكلم عن الابعاد. اه صراحة حسب كلام يلا ما اعترى انا صراحة هذا الشيء انا ما ادري منه ولا يعني اوكي اذا الموقع متأكد من معلوماتها خلاص. هو اه يعني هو كاتبها. عندنا طول اللنترا اربع متر فاصلة خمسمية وتسعة ستين من بين الكوريلا اربع متر فاصلة ستمية وثلاثين. فلصالح الكوريلا الطول بحاجة بسيطة. يعني تقريبا ستة سنتي حاجة زكذا. العرض. العرض اللنترا الف وثممية واحد. الكوريلا الف وسبعمية وثمانين. فصالح اللنترا العرض. الارتفاع واحد الف وربعمية وخمسة وثلاثين بسيارتين. قاعدة العجلات وحدة الفين وسبعمية طبعا قاعدة العجلات يعني من من الجنط هذا الجنط الخلفي. المساحة من الصامولة على قولتهم او عفة من الفتحة هذه الهناك تقريبا الفين وسبعمية. طيب. اه سعة الشنطة اللي صارح اللنترا اربعمية وثمانية لتر على عكس اللنترا ثلاثمين وثمانية وعفوا. لصارح اللنترا. اربعمية فاصلة اربعمية وثمانية. والكوريلا ثلاثمين وثمانية وستين. فبصراح ما في شيء يذكر كفروقات. بالأول الخير انت صاحب بالقرار. صراحة انا بالنسبة لي مثلا كعبد الرحمن. انا اشوف السيارتين مكسب. لان السيارتين عمليات. تختار هذي تختار هذي انتو بغمض. خلاص انت شاريت اللنترا فيها عندك اشياء كويسة. اخذ كوريلا في عندك اشياء كويسة. سيارتين عمليات. ما حد رح ينكر هذي الشي. لكن ممكن يجيك متعصب من تيوت يقول لك انا الاقدم. انا الاقوى. انا الاثبت. انا الاجدر. انا الابيع. انا كذا كذا كذا. ما مثلا خلاصوا ما سوى ابديت. ما سوى تحديث. او لا والله الانترا صارت بالشارع بكل مكان. مع التكاسي. او سيارة اثبتت وجودها. خلاصوا تحديث قديم. على عام 2002-2003-2004 بس ما ما سوى تحديث جديد. على ايام نوكيا. يعني لسه ما حدث. ما رح مع الايفونات والجلكسيات والدنيا هذي. فمخة لسه قديم. ما احترام الشديد لك يا طويل العمر اللي انت بهذه العقلية. صارتين كويسات. سوى انا اخذ هذي ولا هذي. كلهم ممتازات. او حتى اخذت سيارة منافسة لهم مثلا سيفيك. ولا اخذت مازدت ثري. كلهم السيارات كويسات. همشي تحافظ عليها وتعيش معك افضل فترة. طوات عليكم بالتغطية اتمنى تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتنسون التصويت.